بعد مرور قرابة عامين على ظهوره لأول مرة ما زالت فرنسا تعاني من صعوبات في مواجهة وباء كورونا فمنذ أشهر فقط كانت ترجح باريس أن العودة للحياة الطبيعية ستكون في المتناول بحلول خريف 2021 لكن الواقع كان عكس ذلك عصفت موجة خامسة للفيروس بفرنسا وعادت الإصابات للارتفاع لتصل إلى 44 ألفا يوميا وفقا لأحدث الأرقام الحكومية وما يزيد الوضع سوءا هو عجز السلطات عن توفير الأسرة الكافية للمصابين لا سيما في أقسام العناية المركزة الوضع متوتر منذ أسابيع هناك ارتفاع ملحوظ في حالات الإصابة بكورونا 50% من مرضانا في حالة حرجة ويصعب علينا الآن العثور على أسرة للمرضى المصابين بالفيروس وحتى غير المصابين ووفقا للطاقم الطبي بمستشفى مارسيليا فإن 80% من المرضى في وحدة العناية المركزة لم يتلقوا التطعيم بعد أو أنهم لم يأخذوا الجرعة الثانية من اللقاح وإلى جانب الضغط الذي باتت تعاني منه المستشفيات تشتكي الصيدليات كذلك من نفاذ معدات فحص كورونا لم نواجه مثل هذا النقص من قبل لم نتوقع أن يرتفع الطلب على الاختبارات لهذه الدرجة ولم نستعد له سبب هذا الارتفاع مرتبط بزيادة المخالطين وفي ظل تعذر بعض الصيدليات عن توفير معدات الفحص تتأجج المخاوف من أن يؤثر نقص الاختبارات على تنقل البعض خلال فترة الأعياد ويؤدي إلى عدوى أكبر إذا كان هناك نقص سيكون الأمر مقلقا خلال فترة الأعياد خاصة بالنسبة لمن يود السفر لزيارة العائلة ويحتاج لفحص كورونا وفي خطوة لإنقاذ احتفالات رأس السنة من انتشار الوباء قررت فرنسا تشديد الإجراءات الاحترازية وفرض قيود على تجمعات الكبرى بالإضافة إلى تسريع وتيرة عملية التطعيم